السلام عليكم حبيباتي اهلا بكم على قناتكم غزة ليلي انتمنى ان شاء الله الفيديو قدكم بخيفة احسن احوال كما العادة متنسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البنات اللي يمدرك لكم وصفة وصفة رائعة صيفية اقتصادية بدون لحوم كوجبة عشاء او غداء درتها بالشوفلغ اللي هو القرنة بيت بمداق البيتزا صدقوني متحسبو الشوفلغ البنات اخواتي ميغوش البنات تشوفلغ كما راح نديروه يعني تحسبو حاجة اخرى صدقوني مما اولادكم هذه البنات خليكم على الفيديو ونقلكم فرجة ممتعاب لما تنسوا حبيباتي اللايك والبرتاج وعلى البنات اللغ بسم الله نبدو الوصفة تعنا كما قلت اللحظوا معايا هنا عندي الشوفلغ او القرنة بيت انا اديت زوج ريسان ادعو لها حسب افراد العائلة الدوغيراس اكتو قليل في الدرد يعني الدوغيراس اه هنا اغليتها مع مرقة الدجاج وشو فلفل اسود وشو ملح الرند ودرت معها التوم ودرت عصراتها على الليمون وهنا يا البنات عندي حبة بصل مقطع قطع صغيرة عندي شوية قصبر ومعد نوس خاليط وعندي شوية زيتون مقطع معنى البيض اشعر ست حباتي بسع ست حبة مبادرت سبعة لدي زوج ريسان بسع هنا لديك رأس واحد دعو لها غير ربعة ولا هادا مكة نفضع يعني البيض حسب الشوفلغ để عندكم كريمة السائلة كريمة السائلة كريمة السائلة كريمة السائلة فلفل أسود فلفل أسود ملح فلفل أسود فلنة طحين أبيض أربع ملاعق معمرة حباتها أربع ملاعق كبيرة طحين الأبيض فلنة نقص المقادر خميرة الحلوة ملعقة صغيرة نصف نصف خلط كريمة كريمة خلط ملعقة زيتون ملعقة ملعقة نضيف ملعقة ملعقة نضيف خلط ملعقة نحوز نضيف ملعقة داخل نضيف كريمة فلنة ملعقة ملعقة نضيف ملعقة نضيف ملعقة ملعقة نضيف نضيف البيض الغابة اى خماج غاب المصطح كبيرة المصطح ، المصطح المصطح الان مثل الصغير زبدة 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 ضم سوستومات طيبة سوستومات ضم زعطرة ضم زحتر ضم سوستومات يقوم بذكار الحم إضافة بلونت بولة بعض الأسجل قد تقليلها على سيستومات لتقوم باستامة التعملون على سيستومات تطعبوا كل البيتزا من الفوق تطعبوا فيها السيستومات كيف تقوم بغيب السيستومات والجبن والزيتون هذا مكان تقوم بخضرها من الفوق المبشور زيتون ندخل السنة يجب البيض يجب الربوح ساعة 20 دقيقة حتى يحمر يجب تهايلة لا تحسبوا في مدق البيتزا يجب الزحطر 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 هنا نقطع مصنع أحضر حامل حامل تبريد تهيلة تبريد تقدرون سنة تبريد تجرب تجرب حامل كما قلت لكم. شوفوا الوصفة تكون عجبتكم. وتجربوها لانها تسحق التجربة لبنات. يعني كفكرة لوجبة عشاء او غداء. هادي يا حبيباتي. خليكم في امان الله. ونقولكم مطلقوا في فيديو قادم ان شاء الله. تلال في روحكم حبيباتي. سلام.